مسابقة كرة القدم مجدداً في تعز حيث تعود إلى الواجهة بعد توقف دام أربع سنوات بسبب حرب الإنقلابيين التي تعرضت فيها أغلب المنشآت الرياضية هنا في المدينة للقصف والتدمير ندشن بطولة درجة الأولى والثانية لمحافظة تعز لعام ٢٠١١ التنشيطي والذي قرره الاتحادين من القدم والذي من خلال هذه البطولة سيصعد فريق من كل محافظة إلى سيئون والتجمعنا سيكون في سيئون والبطل في سيئون هو من سيئون المثل لمن في المحافظة الدولية والأسيوية طبعاً اليوم بعد انقطاع أربع سنوات تلاحظوا الحضور الجماهر الكبير هنا يدشن الاتحاد اليمني لكرة القدم الدورية التنشيطي لأندية الدرجة الأولى والثانية للموسم الرياضي ٢٠١٩-٢٠٢٠ حيث اختير التعز كنقطة لانطلاق تصفيات المنافسة والعبور للتأهل للدور العام وسوف تليه بقية التجمعات الرياضية في كل المحافظات حتى تلك الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية مشارك في تقمع تعز في الدرجة الثانية نادي الصقر والطريعة والأهلي كانت البداية من تعز لتكون تعز أولى من تدشن فعاليات الدور العام وهذا يدل على قهزية الأندية ومشاركتها للمشاركة سواء داخلية أو خارجية الحمد لله عادت الحركة الرياضية ولما يتفرق الجمهور هذه الجماهير الغفيرة واحد يتطمى يقول يعني عادوا لا بأس الحمد لله الحياة في تعز بداية تعود تدريجيا إن شاء الله في تقدم مستمر أربعة أندية رياضية في تعز هي نادي الصقر والرشيد ونادي الطليعة والأهلي تخض غمر المنافسة على ملعب الشهداء وسط حضور جماهيري واسع يتطلع إلى إنجاح البطولة بعد استئنافها مجددا مراحل محفوفة بالمخاطر مرت بها كرة القدم في تعز لكن أكثر ما ساهم بعودتها هي تلك البطولات الشعبية التنشيطية التي شهدتها المحافظة خلال السنتين الأخيرتين وهو أيضا ما ساهم بعودة الروح لكل الأنشطة الرياضية بشكل عام حمزة أمين قناة بلقيس من ملعب الشهداء تعز